اهلا وسهلا بكم رجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدين الكرام لنكمل بقية النقاش خاصة من خلال حالات الكثيرة ما شاء الله شباب معنا سبع مباريات تتبقى عندنا ثلاث مباريات اللي هي الوكوميتيف والريان الوصل الاماراتي والزوراء والاتحاد السعودي والوحدة الاماراتي يقول وهل يفكر الاتحاد الاسيوي في استبعادهم من مسابقاته الحسين الامثاني يقول تحياتي إلى جميع أعضاء البرنامج والحكم العماني أحمد الكاف هو السبب بخروج الزوراء وشكرا أبو أحمد والله في لعبة وحدة مباراة وحدة لكن باقي الامباريات مو أحمد الكاف أنا أتكلم أحمد الكاف لا ما هو السبب أنا أعطيك جواب أحمد الكاف هو السبب أحمد الكاف هو اللي طلع نادي الزوراء من بطولة ليش انت يتكمبوا بلافرة ليش انت ذي واحد اللي حكمها اينا طبعا هدف ما يحسب حكمه بتدي فارب الحارس وطايع هدف التعادل لكن الواقع الواقع أحمد الكاف هو السبب الرئيسي يا لندن يا مصر مش الله عليك من مصر لندن لندن أنا مسألني ما نروح مكان طوف استغفر الله السبب الرئيسي نادي الزوراء طلع من بطولة سوية أحمد الكاف هو السبب لا يزع مني حمد كاف هذا الواقع خذ كلام مكان استغفر الله السبب الرئيسي نادي الزوراء طلع من بطولة سوية أحمد الكاف هو السبب لا يزع مني حمد كاف هذا الواقع قد كلام اللي Бودر أنا جم اللي وتفصيل مع وأخ المرسل مع أبي فحة ليش السؤال زين في مشكلة هل فعلا الكاف أخرج الزوراء بهذا الغرار؟ هذا في تعادف الأ Gabe V couldn't D Jr. أخرى البلاغ ثلاث نقاط مفرس الزوراء في الدولة الغصائية طيب أبو أحمد قالك بمباريات ثانية لا أبو أحمد أع southwest لا 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 ولا لا لا ولا جواب أحمد كرار أحمد الكاف في مباريات جواب أحمد مشمو hopeless كل حكم يخطأ مدام الحكم لو الحكام ما يخطون ما جاءوا تقنيه أحسين المثال يقول مرة ثانية ما هو تقييمكم للتحكيم العراغي في دوري أبطال آسيا في مهند حكم مباراة وعلي صباح حكم مباراة ما عطيتني كيف يبشر الخير بسبب حكم واحد لا حكمين مهند غاسم